مرحبا معكم ريم علام الدين من موقع القيادي.com بفيديو اليوم رح نستعرض أحدث الهواتف الذكية من السلسلة S من شركة سامسونج هو هاتب سامسونج جالكسي S7 Edge المقاوم للغبار والماء حتى عمق خمسة قدم ولمدة تصل لـ 30 دقيقة واللي تم إطلاقه بشهر مارس الماضي على علبة هاتف جالكسي S7 Edge موجود اسم الجهاز على الجهة الأمامية بالإضافة لسعة التخزين الداخلية في الأعلى وعلى أعلى الجهة الجانبية موضح لون الجهاز اللي بداخل العلبة أما على الجهة الخلفية فرح نلاقي ميزات الهاتف الرئيسية ومواصفاته بداخل العلبة رح نلاقي الهاتف على الوجه وتحتها علبة بتحتوي على بعض الكتيبات الخاصة بدليل التشغيل السريع والضمان وغيرها وإبرة تفتح مدخل الشريحة وبطاقة الذاكرة الخارجية وأسفل هاي العلبة رح نلاقي الشاحن ووصلة المايكرو يو اس بي للشاحن ونقل البيانات وعلبة صغيرة بتحتوي على سماعات الأذن بالنسبة لحجم هاتف جالكسي 7 إنش فهو متوسط وبيبلغ 150.9 في 72.6 مليمتر وسمكه 7.7 مليمتر أما وزنه فبيبلغ 157 جرام الشاشة من نوع سوبر أموليد بقياسها 5.5 إنش ودقتها كواد HD يعني 1440 في 2560 بيكسل وبكثافة 534 بيكسل لكل إنش على الوجهة الأمامية في الأعلى رح نلاقي السماعة الداخلية وبجانبها الكاميرا الأمامية اللي بتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل أما في الأسفل فموجود زر الصفحة الرئيسية واللي هو كمان مستشعر التعرف على البصمة في الجهة الخلفية للجهاز رح نلاقي الكاميرا الرئيسية اللي بتيجي بدقة 12 ميجا بيكسل وبتتميز بتقنية دول بيكسل بمعنى إنه كل بيكسل على المستشعر بيحتوي على ثنائيات ضوئية مزدوجة وهذا الأمر بيخلي المستشعر يعمل فوكس بنفس دقة وسرعة العين البشرية وبتميز الكاميرا الرئيسية كمان بفتحة عدسة F1.7 لتصوير ممتاز في ظروف الإضاءة الخافتة وبتصور مقاطع فيديو بدقة 4K 2160 بيكسل بسرعة 30 إطار في الثانية على الإطار الجانبي الأيمن موجود مفتاح التشغيل وعلى الإطار الجانبي الأيسر موجود مفتاح التحكم بمستوى الصوت في الجهة العنوية للإطار رح نلاقي منفذ واحد لبطاقة تعريف المشترك نانو سيم ولبطاقة الذاكرة الخارجية مايكرو اس دي وفي الجهة السفلية موجود منفذ لوصلة المايكرو يو اس بي في الوسط للشحن أو نقل البيانات وعاليمين فيه السماعة الخارجية وعالشمال موجود منفذ سماعات الأذن هاتف جالكسي اس 7 ادج مزود بمعالج كوالكوم سناب دراجون 820 ثماني النوع رباعي بسرعة 2.3 جيجا هيرتز ورباعي آخر بسرعة 1.6 جيجا هيرتز بالإضافة لأربعة جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجا بايت ممكن زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية مايكرو اس دي ساعة البطارية في الجهاز 3600 ميلي أمبير في الساعة والجهاز مزود بنظام تشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو كانت معكم ريم عالم الدين من موقع القيادي.com شكرا لحسن متابعتكم وبنشوفكم في فيديو جديد مع جهاز جديد شكرا للمشاهدة